حامل معاكم النهاردة حبايبي فكرة عبقرية لتنفيض القطن بكل سهولة طبعا الحاجة دي اللي انا هستخدمها هعمل بيها القطن هنفض بيه موجودة في كل بيت مفيش بيت يعني ما بيخلاش عنها اهي تلي هي ديت اللي هي باستخدام الفرشة تديني نتيجة كويسة جدا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان اينما كنتوا ويا رب يدون بيننا التواصل يا رب ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني معكم حنان الوراقي اموناده وفاتحي قنامة روعة اه زي ما شوفنا كدهوت ووريت لكم الفكرة متاحتي اللي هي باستخدام الفرشة اه فكرة سهلة وبسيطة بصراحة انا نفضت كان عندي خددية وقلت بقى ايه احاول بقى كدهوت اللي انا افكها واعيد بقى ايه اعيد التنجيد متاحها تاني حبيت بقى ايه اورركم طريقتي في تنفيض القطن اه باستخدام الفرشة بصراحة هي سهلت علي وزا ما احنا شايفين هيت يعني بتخلي القطن معي اكنه 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 متنفض في مكانة بالزبط اه دي كده الكمية اللي انا عاملها هيت وبكمل بنفس الطريقة طبعا القطن ميكالكة عشان بقى له فترة بقى له كزا سنة الخددية ديت يعتبر كده يعني مش فاكرة مش فاكرة بقى له ادي بالزبط بس زي ما احنا شاورتلكو في اول فيديو ازاي اللي هي كانت القطن مكالكع خالص اهيه شايفيه نعم وكانت هبطانة يعني هبطانة جدا نعم فانا بمسك شوية كده ان القطن بقى دية وببدأ باستخدام الفرشة وببدأ اللي انا بعمل الحركة اللي انتو شايفينها دية اه فبتخلي بتفتت معي القطن كده وبتخليه اه يعني منفوش يعني اه زي ما شوفنا انا كده بكرر كده ايه بكررها كده هوت نفس الخطوة وبعد كده بفك برضو ايه بايداية بفك القطن بايداية اه بيبقى مش محتاج بقى ولا مكانة ولا اي حاجة اكنه اكنه فعلا متنفط بما كان فعلا نعم اه بس كده هو زي ما احنا شايفين هي الفكرة سهلة وبسيطة وبعد كده هوت طبع القطن ده هوت انا القطن ده كنت مشمسة خطاديه في الشمس كزا يوم يعني كل يوم كنت بطلحها وبعد كده قد بقى وقلت بقى ايه افكها بقى وعملها معاكم نواردك ووريركم الفكرة متاحتي ياه بتمفيض القطن بكل سهلة وابرغم اللي هي خطاديه صغيره خالص كنت بحطها على على يعني على الكراسي كده هوت بيتقعد عليها فقلت بقى النواردك اه اعمل بقى اوريركم بقى الفكرة بتحتي ياه اه كده انا بكمل برضه هوت بنفس الطريقة باخد شوية شوية كده هوت وبحاول اللي انا افكهو ما اه يا رب بس الطريقة متحت اتكون ايجبتكو ما وطبعا ايه ممكن برضه اللي انتو تعملوا برضه باديكو برضه بس هي بصراحة الفرشة الشعر ديت بتبقى حلوة جدا في بتخلي القطن معي يعني منفوش كده وهيش كده وحلو جدا نعم انا انا قد بقى ايه كنت قاعدة حاطة الملاية كده قد فتحة الشباك الشمس كان داخله من الشباك وكنت قاعدة بقى شغالة فانا بكمل كده بقى بنفس الطريقة هوت على فكه القطن ده حعمل يعني الخددية ديت حعملها معاكم في فيديو ان شاء الله برضه قريب عشان اورركوا برضه ازاي اللي احنا ننجد بقى ننجد الخددية ديت ونحطها على الانتارية عادية يعني هي الخددية ديت اساسا كانت بتتحط على الانتارية عندي بس بعد كده هوت استخدمناها بقى في الكراسي البلاسي كانت تتحطي كده على الكورسي ونوعد عليها اه بس كده فانا هنرجحها تاني لات ايت وتتحط على الانتارية بعد كده ونشوف بقى فكرتها في الفيديو اللي جاي بقى تحفي اه هنا وقت شايفين بعد انا ما خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة نفطتها بالفرشة وبأدية اه كده هوت اللي شايفين الكمية طبعا احنا كنا شايفين قد ايه اللي قطن في اول فيديو حبا صغيرين خالص شايفين عاملوا معايا كمية قد ايه؟ عاملوا معايا كمية ياما بصراح اتمنى حبيبي للفيديو نورده يكونوا اعجابكم وتكونوا استفدتم بالفكرة بتاعتي فكرة عبقرية جدا لتنفيذ القطن باستخدام فرشة الشاع اه فعلا طريقة جميلة جدا اتمنى اللي هي هتكون لات اعجابكم ويالت كده تدعموني كده وقت ايه حبيبي اه باللايك لان اللايك بيرفع فيديو بيوصل فيديو الاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه يستفدوا منه اه كان معاكم حناني الوراكي اموناده وفاتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سننسوش كاز دعمونا بالاشتراك في القناة او اول مرة تابعوني